السلام عليكم زوينات كيداني اللي بس عليكم انتمنى ان شاء الله تكونوا باخيره على خيره في احسن الاحوال ان شاء الله زوينات زياني اليوم فيديو جديد كيفما كتوفوا زوينات ديلي غادي نشارك معكم كوفريت مكنش اللي ماتيح مقشع الكوفريت الحلوة دين الصغر شي حاجة اللي بطوب زوينات بزيف غادي نشاركوا معكم بوح طريقة مبساطة مكنش اللي ما غاديش يحضر الكوفريت في الدار ديالو او في البيت ديالو بلا ما تخرجوا المخبازات وتاخدوهم يعني شي حاجة اللي موجودة في الدار كتعرفوش نو ديرين فيها زوينات ديالي الي عجبكم لافيديو بليز لكم بليز 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 الله يحفظكم يعني شفتوا لافيديو ما فيها بس تخليب لاختكم مريم لايك لايك بليز لكم زوينات ديالي راها مهم فقط للتشجيع يعني باش نحس براسي راني مهم كان كان فيدكم كان حتي شي حاجة زوينا فاللي شافت الفيديو تخليلي لايك وتخليلي شي تعليق محفز اه وشكرا لكم بزاف ولي هلا يخطيكم وبطبيعة الحالي اول اختراكت شوف الفيديو ديالي مرحبا بك والف مرحبة اه شتركي معي في القناة وتفعلي زر الجرس باش يوصلك كل جديد وشكرا للميمات والغزالات كل شي كل شي مهم لي اي واحدة خلات لي تعليق زوين كان شكرها بزاف ولي هلا يخطيكم مهم تتبعوا معي الفيديو مليو حتى الاخر ومبدأوا بسم الله على بركتي الله المهم اول حاجة زوينا ديالي غي نحضر معاكم لايك خيم لي سهله وبسيطة خديت هنا نسيطرو ديال الحليب وخديت واحد ثلاثة ديال المعالقة ديال سكر حبيبات كبار وثلاثة ديال المعالقة ديال النشاء كبار بتابعة الحالي سوف نخلط كل شي على البارد ووضعهم على نار اه تكون يعني مهم تكون متوسطة مجهدة اه نسيت زوينة ديالي غاد ضفت واحد جوز ساشية ديال السكر بينك هات الفانيلا كي يعطي واحد نسمة زوينة مهم كريمة سهلة وبسيطة واي سيدة بإمكانها تحضرها في البيت ديالها سوف نوضعها على النار بعد ما اعقدت ليه بهذا الشكل هذا مع التحريك المستمر باش ما تبتش لي انشال تحت وضلصق لنا سوف نخرجها انا هنا اضفت اه جوز ديال جاغفي اه بإمكانكم تستعملوا اي حاجة متوفرة ما يمتسئي لكن بيرلي استعملوا بيرلي مي هادا كي يكون لوغو دياله زوين حتى بيرلي مهم اما هادا اما بيرلي يعطي لوغو زوين مززا اخديت واحد جوز ديال جاغفي كيف مقتلكم بإمكانكم تعودوه باي ياغورت كي يعيش بكم حتى بيرلي زوين مي هادا كي يعطي لوغو زوين سوف ينطرب مزيان مزيان حتى تنسى جمليه ذاك جاغفي مع اولا الياغورت مع ذاك الكريمة ديالي وتنخليها تبرد ونرجع معاكم صفي الزوينة ديالي داما ما قدرت الكريمة ديالي بردات انا اجبت الباتفيلتي هنا ايه او العاجل المورق انا سبق لي وحضرت معاكم الزوينة ديالي وخلي سيكون في اكثر من فيديو فغاد نخليه لكم كذلك عاجل مورقة سهلة وبسيطة انا اعتمدها في اغلب الوصفات ديالي ديال الباتفيلتي او المملحات والحلويات كاملين تنتمد هاد العاجل هادا اللي سهل وزوين بزاف فانا غنخليه لكم في صندوق الوصف رجعوا لي وشوفوه راشي حاجه بسيطة وسهلة واي سيدة امكانها تحضروا في البيت زيارة كيف ما اشتو مرقخش لاجينة بزاف كيف ما كتشوفو راهم غليطة منقيقة صفي هيا ما ترقوهاش بزاف سوف يدلقوها و خليهو غليطة و سوف تقطعوه بزاف انا اخذ تلك الساخل المتوسط اه حيط جوني كبار اوه شوية بجيطة صغر شوفو شيتس تلك الساخل من هاداك سوف يجب عليها البقايا ديال العاجل المورقة غير جمعوهم قاد وخدموه بيه رغم ما تيضيع شهنتو موغادي تخرج ليا يعني العاجل مورقة غير تقويت طويلة بطريقة مزيانة مشيتقبطوه تكمشو بشيطة اوه بشيطة هاداك الطرف اللي بقايا يعني ما غير مستخدمه اخذت واحد شوية السكر حبيبات الميوم اخذت واحد الكمية معقولة فوق سطح العمل سوف ندخل فيه موضح نفس سوره كمده ندخل في هاداك السكر باش كده ندهبه وكده اضافة طيب وحتى لقوك يجيني مقرمش اغزال بزاف سوف نستمر لها الطريقة سوف ندخل نصف خدمته بسكر حبيبات ونصف ثاني خدمته بسكر البني كيف ما كتشوفو راهنا عندي عفوا كوفريس ديالي راه شبه بسكر البني وشب السكر يعني العادي البيض سوف نصف خدمة وحده معا وحده في صفحات الفرن لا يحتاج ان نبعدهم على بعضيتهم لا يحتاج ان نبعدهم حاجة على بعضيته سوف نشعله اليوم عافية مجهدة من الملتحت بسرحة على الأسف ومن الملتحت ومن الملتحت ونصف خدمة بسرحة اغزال من الملتحت كريمة ملتحت يديد من الملتح فالتفت فالتفت انتصف خدمة لدينا العادي خدمة جيد ومسيطة بالتأمر لديك خيمة ثم تأخذها مجهد اشتركوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة